حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير القادم وخلال اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة ومستشار الرئيس الجمهورية للشؤون المالية وجه الرئيس السيسي بأن تكون البطولة بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر وأطخم حدث الرياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهري منذ بدء جائحة كورونا كما وجه الرئيس السيسي بحوكمة أداء صندوق الرياضة المصرية بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين واكتشافه ورعاية الموهوبين رياضيا وإقامة البرامج القومية لللياقة البدنية والصحة العامة